موسيقى الإبداعية أو المهنية أو العملية وللأسف قد يكون هذه أو تكون هذه المشاكل والعراقيل ناتجة من ثلاث ركائز ألا وهي الأسرة والمدرسة والمجتمع وذلك لجهل أو عدم معرفة هذه الركائز الثلاث بمفهوم الموهبة ومتطلباتها لدى الموهوب مما يؤدي إلى حدوث عراقيل ومشاكل تؤدي بالموهوب إلى فرص أقل وجودة حياة أقل وعراقيل قد يصددم بها وتشكل مشاكل من حياته طبعا نحن اليوم دورنا في هذه الحلقة أن نسلط الضوء على هذه المشكلات ونساهم بتوعية المجتمع لها خصوصا أو الأسرة أيضا والمدرسة خصوصا أن هذه المشكلات قد تكون ناتجة من عدم معرفة أولياء الأمور أو عدم معرفة المدرسة أو عدم معرفة المجتمع وإحنا اليوم دورنا إضاحة من أجل وجود حلها والمساهمة في خلق إنسان موهوب متوازن في مجتمعها طبعا لمن ينتكلم عن أول الركائز ألا وهي الأسرة فالأسرة قد تنتج بعض المشاكل التي تتمثل خطورة على الأذن أو على الموهوب فلمن ينقول لحنا عن اللامبالاة أن الموهوب يوجد في بيئة لامبالية غير داعمة بيئة لا ترى موهبته ولا تعرف بالأساس أنه يمتلك موهبة طبعا عدم المبالاة واللامبالاة بوجود الموهبة من أخطر المشكلات التي قد تواجه الموهوب في الأسرة لأن تغيلوا معي أعزاء المشاهدين أن الموهوب يكون في بيئة لا تعرف شيء عن الموهبة ولا تعرف شيء عن القدرات وهو يتميز بتلك القدرات والإمكانيات والذكاءات ولكن الأسرة غافلة عن كل هذا قد يكون نتيجة لقلة وعي أو عدم دراية بمفهوم الموهبة فهذا الطفل حسب الدراسات والأبحاث وما تكلمنا عنه في السابق أنه يولد بموهبة قد تصل إلى 90% ولكن سنة عن سنة تقل الموهبة فما بالك بهذا الطفل الذي يولد في هذه الأسرة اللامبالية والتي لا تعرف شيئا عن الموهبة سنة عن سنة ستبدأ هذه الموهبة بالتلاشي لأنها خلاص ستوأد محد قاعد يدعم هذا الموهوب أو يأخذ بيده ويعزز من تلك القدرات فستتلاشى هذه الموهبة يوما بعض يوم ومثل ما قلنا في الدراسات في الحلقات السابقة تبدأ الموهبة بتسعين بالمئة وتبدأ تقل مع التقدم في العمر وهذا الطبيعي إذ لم يتم استثمارها بالشكل المناسب طبعا الموهوب يصبح طفلا عاديا أو يمكن أقل من العادي بسبب الصدمة أن موهبته لم تراعى بالشكل السليم وهذا الشيء سيؤدي إلى مشكلة قد تعرق التطور هذا الموهوب في حياته التعليمية والإبداعية وهذه المشكلة سببها الرئيسي الأسرة نكمل أعزائي المشاهدين في المشكلات التي قد يكون أو قد تكون من شأها الأسرة فنحن تكلمنا في الفقرة السابقة عن اللامبالاة وعدم الاكتراث والاهتمام برعاية الموهوب والوعي بأن هناك موهوب في المنزل مما يؤدي مع الوقت إلى قتل هذه الموهبة وتلاشيها ويصبح الطفل أقل من العادي ويمكن أن تتسبب بمشاكل نفسية واجتماعية في حياة الطفل أيضا المبالغة في تقدير موهبة الطفل وهي النقيض للامبالع فبعض الأسر إذا علمت أن أبنها موهوب ويمتلك من القدرات والإمكانيات والاستعدادات والذكاء العالي أو الإبداع العالي تبدأ تمارس ضغوطا كبيرة علي يعني تبدأ تطلب من هذا الطفل مزيد من الإنجاز أنت تقدر أنت تقدر أنت تقدر تسوي أنت تقدر تنجز أنت تقدر تحصل على درجات عالية بسبب المبالغة من الأهل في تقديرهم لموهبة الطفل فيبدون إمارسون علي ضغوط قد تكون بوعي منهم يعني أهم واعين ويبون الكثير والكثير وقد يكون عدم وعي أو دراية أن الموهوب قد يتعرض لضغوط نفسية فإحنا لما نبي الموهوب يقوم بالإنجاز في مجال لا ننسى أن في مجالات أخرى الموهوب يعيش فيها ولا ننسى أن هذا الموهوب طفل يعني يبي يلعب مع الأطفال يبي يشاركهم حياة الاجتماعية يبي يجانب من المراح يبي يجانب من الترفيه بالإضافة إلى جوانب الإنجازات لا يكون المبالغة في تقدير الموهبة إلى أنها تصبح مصدر إزعاج وتؤدي إلى اضطرابات في حياة الطفل في مستوياته لأننا نعرف أن الطفل يعيش في مجالات وجوانب مختلفة فتخيلوا لما يصير الضغط من الأهل إنجاز 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 الطفل متى يرتاح ومتى يشم هوى ومتى يحس إنه هو يقدر يستانس أو يقدر يفرح ويمرح في حياته أيضا عندنا نقطة مهمة وهي استغلال الوالدين لموهبة أبنائهم وأنا اعتبرها هذه من الأسوأ في المشاكل التي قد تواجه الأبناء الموهوبين في حياتهم فتخيلوا الكثير من الآباء عندما يجد أن أبناء الله حباه بمواهب وقدرات يبدأ يشوف نفسه في هذا الأبن يبدأ يريد أن يحقق ما حجز عنه أوهوى في حياته في مرحلة الدراسية الصغيرة أو مرحلة العمرية في ابنه فيبدأ يوجه ابنه على هو ما يريد يعني مثلا في حادثات كثور وفي قصص كثيرة أن الآباء يريدون أبنائهم يصبحون أطباء أو يصبحون مهندسين لأن الأب مثلا ما ساعفت الظروف في ذلك الوقت أن يصبح طبيب أو يصبح مهندس فيبدأ الأب أو الأم باستغلال قدرات أبنائهم يبدأون بوضع عراقيل الأبن قد يرى نفسه في الكتابة أو قد يرى نفسه في الفنون أو قد يرى نفسه في الرياضة فتخيلوا الوالدين لما يوجهون الأبن أنه هو يبدأ يصبح نسخة مكررة أو يبدأ يعوض النقص اللي كانوا أهما مقادرين يصلوا له في شبابهم أو أثناء دراستهم فبدلا من أني أوجه الأبن وأعزز طاقاته أبدأ باستغلال طاقاته أنا كولي أمر فهذه المشاكل التي تبدأ من الأسرة تعتبر المعرق الأول لمسيرة الطفل الموهوب لأن الطفل الموهوب سيذهب بعد ذلك إلى مدرسة ومن ثم إلى مجتمع أكبر والمشكلات تتزايد مع الوقت ولذلك يجب أن تكون الأسرة على قدر من الوعي الكافي في رعاية الموهوب فلا يكون عدم مبالاة ومثلا يتركون الموهبة تتلاشى وتذهب ولا يكون مبالغة في تقدير الموهبة بحتى تصبح هذه الموهبة مصدر إزعاج على الطفل وأيضا يجب أن لا يتم استغلال هذه المواهب ويكون لهذا الموهوب شخصيته في اختيار المجالات التي يريد أن يختارها وينمي نفسها فيها ومن ثم يصبح متمكن في الجوانب التي يختارها ترجمة نانسي قنقر